إذن بعد انسحاب فرنسا هل ستلعب الجزائر وهنا الحديث دوراً أكبر في مالي؟ تساؤل بات يراود الجزائريين وغيرهم من الباحثين على خلفية إعلان فرنسا عزمها على إنهاء عملية برخان المستمرة منذ نحو ثماني سنوات في الواقع تنوي الجزائر لعب دور أكبر في المنطقة لكن التساؤل المنطقي الذي سيقفز للواجهة هل يمكن أن يصل هذا الدور إلى حد نشر قوات جزائرية خارج حدودها لم يعد يخفى على أحد رغبة فرنسا في انخراط أكبر للجزائر في مالي ومنطقة الساحل على وجه الأموم هذا التوجه يفسره قول مصدر عسكري فرنسي رفيع أن باريس باتت ملزمة بمناقشة مستقبل تحركاتها في مالي مع الأمم المتحدة وأيضا الجزائر لكن في الجزائر من فصر خطوة فرنسا على خلاف تلك التصريحات هو مدير المعحد الوطني للدراسات الاستراتيجية في الجزائر عبد العزيز مجاهد اعتبر أن القرار الفرنسي جاء بسبب عدم قدرتها على تسيير الوضع في مالي من الواضح أن مالي ستظل هدفا للجماعات الإرهابية إضافة إلى العنف الأهلي وخطر جماعات التهريب بل تلك التهديدات ستتعظم بشكل أكبر بعد قرار فرنسا بالانسحاب تهديدات سيكون لها التأثير المباشر على الجزائر التي تجمعها حدود شاسعة مع مالي الأمر الذي دفع بالرئيس الجزائري لعرض المساعدة والقول أن الحل في مالي لن يكون إلا جزائريا وبعودة رمضان لعمامرة السياسي المخضرم في الدبلوماسية والمنخرط بشدة في إفريقيا إلى وزارة الخارجية لم تعد تخفى على أحد رغبة الجزائر أيضا في السعادة السيطرة بعد تغيوبها في السنوات الأخيرة من المنطقة أو في المنطقة خصوصا هنا الحديث أن أعطى تعديل دستوري أخير الضوء الأخضر للجيش بالتدخل خارج الحدود لكن محللين جزائريين أيضا استبعدوا أي تدخل عسكري في مالي باعتبار الجزائر حذرة جدا في تبني مواقفها ناهيك عن إرسال قواتها خارج الحدود هنا نذكر بتصريح الرئيس تبون لصحيفة لوبون الفرنسية حين قال إن إعادة نشر الدولة أي دولة مالي في مناطق التوتر هو الحل الأمثل للمشكلة في الأخير من الواضح أن الجزائر لا يمكن أن تتخلى عن مالي بحكم الجوار والعلاقات التاريخية وحتى العائلية بين الشعوب البلدين أو بين شعوب البلدين في جنوب الجزائر وشمال مالي ليس هذا في حزب بل أن أي توتر أو انفلات في مالي تعتبره الجزائر تهديدا مباشرا لأمنها